بالإطارات المشتعلة قطع الطريق بين محافظتي ذيقار وواسط احتجاجاً على محاولات لإنشاء مشروع سجن في أراضيهم الزراعية بدل إنشاء أي مشروع خدمي أو مؤسسة تعليمية تعود بالفائدة على سكان المنطقة نوع عشر أهل زيارة تابعة لناحية محافظة ذيقار نرفض إنشاء منشعات عسكرية بالقرب من سكن عوائنا هو هذا مطلبنا الوحيد لأنه لم يتلقى أموية عرافنا وعادتنا وتقاليدنا أنهم عسكرات بالقرب من سكن العوائل هم يريدون بناء سجن بهذا المكان فهذه العشاء رافضة بناء منشعات عسكرية بالقرب من سكنها طالب بنايات مثلاً مدنية لخدمة الناس بدل عسكرة المجتمع وتأجيجه لذلك الناس الطالب أقلها بمشاريع خدمية مستشفيات ماكو لماذا السجن يبنى بسرعة بينما مستشفى تأذر 8 سنوات 9 سنوات وبعدين يجيك نائف فلاني والله أنا صار لإنجاز فتحت هذه المؤسسة وغيرها الناس الطالب فقط ببناء دوائر خدمية حتى تخدمها لا أكثر ولا أقل المتظاهرون طالبوا بإنشاء مستشفى أو مدرسة أو دائرة خدمية على أراضيهم التي صادرتها الحكومة بحجة أنها أراضي زراعية رغم سكنهم بها منذ منتصف القرن الماضي مؤكدين الاستمرار بالاعتصام وقطع الطريق لحين إلغاء قرار إنشاء السجن فيها قطعوا الطريق الرابط بين ذيقار وواسط وسيلة ضغطين على الحكومة المركزية علها تلغي مقترح إنشاء السجن في منطقة آل زيرج شمالية المحافظة فيما يرفض المتظاهرون أي توجه حكومي نحو إنشاء سجن في مناطقهم من ذيقار سعد الركابي قناة الفلوجة